ليه بنصلي على الأطفال الميتين وهم أصلا ملائكة في الجنة؟ أولاً الصلاة للجنازة غير الصلاة المفروضة بتاعتنا صلاة الجنازة بنسميها فرض كفاية لو واحد فقط صلى بيها يبقى إذن الأمة كلها ليست في حاجة لأنها تصلي الأطفال صحيح أنهم لم يفعلوا شيئاً لكن كل ما نستهل صارخاً يعني الطفل هو بيتولد بيقول واك كده إيه الواك دي؟ قالوا هذا أول غيظة من إغازة الشيطان إنه هو يخلي الولد يأخذ نفس فالولد مستغرب على الهوى اللي دخله فييجي مصوت ومن أجل هذا كانت الصلاة على الأطفال الذين استهلوا صارخاً طبعاً الطفل اللي عنده سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ما هو استهل صارخاً فالصلاة من أجل الاستهلال صارخاً ومعنى كده إيه؟ إن الطفل اللي نزل ولم يستهل صارخاً فلا صلاة عليه يبقى الصلاة مرتبطة عندنا باستهلاله صارخاً وعايزينه بقى لما روحه فاضت إلى باريها إن إحنا وكأنك يعني بتخبطي الباب لتلك الروح إن هي تطلع في السماوات العلا مش علشان يغفر له لأنه هو ما عملش الزنب علشان يغفر له مش علشان يعلي دركته ما هو دركته عالية عالية زي ما بتقولي إنما علشان معنى آخر وهو أنه استهل صارخاً بالخدم